ولا تزال حالة والانسداد متواصلة في مبنى زغود يوسف لليوم العاشر على التوالي ففي وقت تداولت فيه شعات اليوم خبر استقالة رئيس المجلس السعيد بحجة كشف هذا الأخير لنواب التقه صباح اليوم أنه متمسك بمنصبه منتقدا ذهاب بعض النواب في بعثات في إطار الدبلوماسية البرلمانية في وقت أعلنوا فيه تجميد نشاطهم النيابية ميكروفون حمزة كحال اليوم أن الرئيس متمسك في منصبه وهو لا يريد أن يستقيل بل يريد أن يقال من طرف من عيناه العمل الدبلوماسي المتعلق بالخارجات التي لم تتوقف إلى اليوم فالخارجات ما زالت متواصلة والنواب يدخلون ويخرجون ويأخذون العملة الصعبة هذه لم تتوقف ولم تجمع